يشنف مسامعنا بقصيدة أخرى يلقيها على مسامعنا الطالب السنغالي الشيخ تيجاني هي من إبداعه ونظمه فليتفضل مشتورا وفقا بشانه السلام عليكم هاجه العشق والود قد انحبت قدرا عنده المسك والود السلام عليكم ورحمة الله جمعا وبركاته لدي قصيدة منظومة من بحر بسيط عنوارها قيمة العلم وآثاره بسم الله الرحمن الرحيم صرف عناك عن الأطلال والقاتل واقصف قيا لمنهج الدراسات وارم عصاك هناك كل ما عشق من الأحبة مع آلاء ندات فيه المكارم والإنعام كله يجمي لطالب علم كل خيرات فالخير أكمله في العلم قد وجد فالله أثبته في بعد آياتي ارحل أقي طالبا للعلم مع أدب تهل من الله حقا خير مشكاتي يا صاحبي فاتهد شمر ترى عجبا لنيل علم كذا مع الهداياتي فلا ترى راسقا في العلم مع عملي إلا وهو كائن من أهل طاعاتي عتيقنا مصلح للناس في شرف حتى أناروا به ظلم الضلالاتي فيها المواد التي تنفي جهالتنا فيها الأساتيذ يعطونا هدياتي لهم قصوص من العلوم دون مراء لا تنكر القول الصاحب سلد دليلاتي لهم قصوص من العلوم دون مراء لا تنكر القول الصاحب سلد دليلاتي العلم يبقى توانى الدذر نمسه ما دمت حيا أخي أطلب العلياتي من كان يطلبه فالله رافعه لأنه سالك نهج السعاداتي من هذا علما يلال العيش ذا رغد فالعلم يبعده كل الخرافاتي من هذا علما يلال العيش ذا رغد فالعلم يبعده كل الخرافاتي ولذة العلم أحلى عندنا عصلا يا صحي صدخ بلا شك وريباتي فالعلم مطلبنا والدرس غايتنا والبخث همتنا في كل أوقات يا ربي فارضح لنا علما ومعرفة بجال أحمدنا خير البريات على الرسول صلاة الله مرشدنا وآله صحبه أهل المقامات من العيون أتى طالب يزوركم يا أهل السوسة خزوا أذكى تحياتي من العيون أتى طالب يزوركم يا أهل السوسة خزوا أذكى تحياتي أنتم ورثتم من الأجداد ذي كرم مجدا وعلم بلا لف وحيراتي فنحن نفكركم بالرحب دون علم فالله ينهزي الجميع وخير الجزاء الآفين والسلام عليكم ورحمة الله أسكى تحايا وأطيبها وأرقها على هذا الإبداء وعلى هذا الآداء المتميز جزاك الله خيرا أيها الطالب السنغالي الشيخ تيجاني حفظك الله وراءه أيها الحضور الكرار ننتقل بكم إلى فقرة المديح